من رونالدو نروح لنجمينة محمد صلاح حقيقة محمد صلاح يمكن أحرز هدف طبعا في مباراة ليفر بول أمام برايتن الأخيرة هدف من راكل الجزاء رغم الحقيقة يمكن داع فرستين كانوا ممكن كمان يبعدوا بي أكتر وأكتر في سباق الصدارة لكنه الهدف ده عزز من صدارته لهدافي البريمير ليج بنتكلم على عشرين هدف بيجي وراء بأعتقد هاري كين بيجي وراء رونالدو بعدين هاري كين لكن في النهاية صلاح متقلق جدا ولكن آخر الأخبار فيما يتعلق بملف تجديد صلاح بتقول أنه غالبا غالبا صلاح هيكون برا الردز أعتقد أنها تكون مفاجأة كبيرة جدا مفاجأة لعشاء صلاح ومفاجأة لعشاء ليفر بول صلاح اللي حقق أرقام تاريخية وكسر أرقام قياسية مع ليفر من الوارد جدا أن الموسم اللي جاي يلعب بقلوان فريق تاني الله أعلم ممكن يكون مين لكن في أغلب الظن هيكون فيه اهتمام كبير جدا من البي أش جي هيكون فيه اهتمام كبير جدا من البرصة دول اللي ممكن يكونوا فيه حاجة إلى موهبة وإلى نجم بحجم وقيمة صلاح والأخبار اللي جات بتقول أنه ليفر بول فشلت المتفاوضات بتاعته مع صلاح في التجديد وبالتالي ابتدت إدارة ليفر بول تتحرك مع البدايل اللي ممكن تكون أو الأسماء اللي ممكن تكون بدايل لمحمد صلاح في الفريق صحيفة دالي إكسبرس الإنجليزية قالت أنه إدارة ليفر بول حددت بالفعل أربع أسماء عشان يعوضوا رحيل الموه من الأنفلد من الممكن جدا أنه يكون طبعا جنابري أنا بعتقد أنه جنابري نجم باير ميونيخ هما بيفكروا أنه عقد صلاح ينتهي في يونيو 23 فبيقولوا بدل ما يرحل صلاح بدون مقابل يعني انتقال حر لا من الأفضل نبيعه في الصف اللي جاي ونستفيد بقمته المادية ونعوضه بلاعب يعني يكون عنده القدرة أنه يشغل مكانة صلاح منها رفينيا لعب ليتز يونيتد دانجوما نجم فيها ريال الأسباني جاردو بوين لعب واسهام وأخيرا طبعا سيرجي جنابري جناحة لباير ميونيخ وأنا بعتقد أنه يعني إن كان فيه حد من الأسماء دول ممكن ممكن يملى مكان صلاح أعتقد هيكون جنابري بدون شكل أنه واحد من أفضل الأجنحة على مستوى العالم الحقيقة يمكن فيه بعض التقارير الصحفية زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت بالفعل ورصدت أنه وصفت ده بالفعل بفكرة أنه انهيار مفاوضات التجديد بين النجم المصري محمد صلاح وليفربول والتأدير رايح لفكرة أنه نبيع صلاح يعني تفكير إدارة ليفربول نفسها طب نبيع صلاح في الصيف ونستفيد بالقيمة المالية ونقدر بعد كده نتعاقد مع نجم كبير ونكسب برضو ما يكسب مدالي لأنه أعتقد بها صلاح هيكون برقم فلكي يعني أعتقد أنه صلاح قيمته المالية في الترانسفر ماركت دلوقتي حوالي 100 مليون يورو لكن أي صفقة بتتكلم عليها أعتقد أتتخطى المبلغ ده بمراحل وفي حالة إذا لم ينجح ده نفس التقارير بيقول برشلونة في التعاقد مع إيرلينج هالند نجم بروسيا دورتموند فإنه صلاح هيكون الخيار الأفضل أمام إدارة البارسة عشان يتم التعاقد معاه ليلعب في صفوف البلاو جرانا وفي أغلب الظن ده من عندي أنا ملوش علاقة بالتقارير بقول لحضراتكم هالند الموسمي الجاي بنسبة 90% في ألمان سيتي ترجمة نانسي قنقر